اشتركوا في القناة كما حضر مراسم القرعة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وضو الهيئة العليا للنادي ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان الخليفة رئيس ديوان ولي العهد وعدد من المسؤولين وممثلي الجهة الرعية والداعمة للسباق الدولي وعدد من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في السباق وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية المختلفة واجرت عملية القرعة بفندق الفور سيزن وسط أجواء تنظيمية مميزة حيث تم سحب قرعة أرقام بوابات انطلاقة الجياد المشاركة في السباق الدولي وأدرها مقدم العرض المتخصص نيك لاك حيث تمت القرعة على عشر جياد من مختلف الإستابلات العالمية والبحرينية والتي ستخوض المنافسة القوية والمثيرة في الشوط الثامن والرئيسي لمسافة ألفين متر ويأتي تنظيم سباق البحرين الدولي للخيل العام الرابع على التوالي تأكيدا على باتوليه الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان من حمد الخليفة من رعاية واهتمام من أجل تعزيز مكانة البحرين على خارطة السباقات الدولية وذلك على إثر النجاحات الباهرة للسباق في النساخ الثلاث السابقة وهو ما سيدعم الخطط والأهداف المنشودة نحو استثمار رياضة سباق الخيل وسباقاتها لتكون إحدى الروافد التي تسهم في الدفع بعجلة المسيرة التنموية لمملكة البحرين هذا وتترقب جماهير سباق الخيل في مختلف أنحاء العالم انطلاقة سباق البحرين الدولي يوم الجمعة القادم والذي سيشهد التنافس القوي بين مجموعة من الجياد العالمية التي تمثل عددا من الاستبلات المعروفة في عالم سباق الخيل وسيقودها فرسان عالميون تحت إشراف مدربين عالميين وسط توقعات بصراع قوي ومثير بين هذه الجيادة المستويات والتصنيفات العالية وبجانب شوط السباق الدولي ستقام الأشواط السبع الأخرى على كؤوسي شركة باتلكو وشركة بابكو ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية الرعاء الداعمون للسباق الدولي وسط ترقب لمنافسات قوية ومثيرة بمشاركة مجموعة كبيرة من أقوى جياد الاستبلات البحرينية للخيل العربية والإنتاج المحلي والمستورد والتي ستتنافس على كؤوسي هذه الأشواط ترجمة نانسي قنقر